قالت وزارة المياه والرئيس سلطة وادي الأردن إن المعدلة السنوية طويلة الأمد من الهطولات المطرية ارتفع إلى 39.6% البالغي نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا الوزارة أضافت في بيان لها أن نسبة التخزين الكلي في السدود الرئيسي ارتفع إلى 97 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية تبلغ 33.7% من الطاقة التخزينية البالغة 288.128 مليون متر مكعب ووضحت أن أعلى كمية هطول أمطار سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت في منطقة اشتفينة في محافظة عجلون بواقع 42.5 مليمتر شكى أردنيون من موعد إطفاء إنارة الطرق في بعض أحياء العاصمة عمان مع استمرار العمل بتثبيت التوقيت الصيفية خصوصا أن شروق الشمس يبدأ بعد الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة صباحا ورصدت عدسة رؤية أن بعض الطرق الحيوية مثل طريق المطار وشارع مكة وشارع المدينة المنورة تشهد إطفاء للإنارة ليلا تزامنا مع تأثر المملكة بمنخفض جوية وتساقط الأمطار وتشكل الضباب الأمر الذي قد يشكل خطورة على مرتدي الطريق في ظل الأجواء الباردة تبقى التدفئة بواسطة الحطب ملاذ الأردنيين في الشتاء نظرا لقدرتها على توفير نسبة عالية من الدف هذه الوسيلة قديمة لكنها حاضرة في حياتنا رغم وجود خيارات متعددة للتدفئة الحديثة أبو يوسف القوجزي ورث مهنة بيع الحطب عن أجداده لأكثر من أربعين عاما المزيد في التقرير التالي نجهزنا تقريباً إحنا دائماً عادةً بس يبلش يخلص موسم الدراق يعني بشهر 6 و7 يبلش المزارع اللي يكون الشجرة ضعيفة بالإنتاج بقصوها وببدلوها وإحنا منقصها ومنجيبها للمحل ومنقطعها نستنى لشهر 19 و11 من بلش يبيع فيه والله الأسعار نفس الأسعار يعني تقريباً الزيتون تقريباً 140 دينار اللوزيات 120 دينار في زيتون أرضي بيجي أرخص شوية اللي هي بوجه بقول عن القعر 100 دينار بيجي درجة ثالث تقريباً يعني أفضل المعنى الحطب الزيتون والناس بتتراود عليه كثير بتشتري بشكل عام يعني ولأنه بيطول بالنار وبعطي جمر بيجي الدرجة الثانية هو اللوزيات على إقبال أرخص شوية كسعر يعني لكن بالجودي بيجي بالدرجة لولى الزيتون بالمنطقة البادي الشمالية والله تجهيزاتنا من نحضر عمالنا ومنزيد العمال بفترة المنخفض والله هو استقبال بيكون قوي خصوصاً لأيام المنخفض يعني استقبال علينا بشكل كويس يعني رغم أنه على نزول البترو اللاكن والكاز لكن الناس ما كفت عن الحطب باستمراريه الحطب يعني بفضلوها عن الكاز والديزل الحطب يلو سوما نات أخرى غير الصوبة وغير التذفئة للمطاعم للفحم للمطاعم السمك كمان بخضوب كمان الزرب زي هي لأنه دائماً احنا بخوفونا من المنخفضات اللي جاية والله العظيم أنه الحطب يعني بينك اللي ما يركب صوبة حطب والله ما يعرف طعم الدفا بالفعل اللي بدي يعرف طعم الدفا يركب صوبة حطب وخاصاً أنه أسعاره يعني السنة بالمئة وثلاثين مئة واربعين أحياناً تلاقيه مئة وخمسين وبيختلف الأسعار من منطقة لمنطقة يعني هام بالبادية الشمالية لحد الآن ما نزل تحت المئة وثلاثين دينار وهذا الشيء نعتبره غالي عرفت كيف؟ يعني عدم المؤاخدة أنا عامل واحد ببيتي وعدد أفراد أسرتي سبع عنفار مئة وثلاثين دينار أنا بدي أقل شيء طون ونصف لحد الطونين وشوفت هناك يعني الجو هي ضغيب الشمس وكيف يصير الجو يستكمل طلبة الثانوية العامة المستسجلين في الدورة التكملية الحالية امتحاناتهم غداً في عاشر جلساتها إذ يتقدم طلبة الفرع العلمي لامتحان في مبحث العلوم الحياتية فيما يتقدم طلبة الفرع الأدبي للورقة الأولى من مبحث اللغة العربية تخصص لجان تصحيح الدورة التكملية في وزارة التربية والتعليم كانت قد انتهت من تصحيح إجابات المشتركين في ثلاث مباحث هي التربية الإسلامية واللغة العربية المشترك والرياضيات بحسب معلومات حصلت عليها رؤيا وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المسعف إن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في الثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر الماضي وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن مليون ومئتين وخمسين ألف شخص يشكلون ما نسبته أحد عشر فاصل اثنين في المئة من سكان المملكة وفق ما كشف أمين عام المجلس الأعلى لذوي الإعاقة مهند العزة وأوضح العزة خلال جلسة نقاشية لموازنة مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب أن نسبة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن من النسب الطبيعية في العالم إذ تبلغ النسبة المعيارية لنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في أي مجتمع خمسة عشر في المئة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يبلغ 11.2 بالمئة من إجمالي عدد السكان للفئات العمرية فوق الخمس سنوات بالأرقام إحنا منحكي عمليا عن ما يقارب مليون ومثين ألف هذا من تقريبا ثمان سنوات إذن إحنا الآن بصدد ارتفاع بالتأكيد وهذه الأرقام سعادتك وأصحاب السعادة هي الأرقام التي تنسجم مع تقديرات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي التي تقول بأن نسبة الإعاقة في أي مجتمع بالحد الأدنى تكون خمسة عشر بالمئة استجابة للواقعة التي أدت إلى تسمم أربعة وستين شخصاً تناولوا الفطرة البرية أقيمت في مستشفى اليارموك بلواء بني كنانا محاضرة توعوية حول خطر تناول هذا النوع من النبات هذا وركزت المحاضرة على أهمية الحصول على الفطر من مصادره المعتمدة كوسيلة وقائية لضمان سلامة المواطنين كما سلطت الضوء على التحضيرات المتعلقة بتناول الفطر البرية وكيفية التمييز بين الأنواع السامة والمألوفة وشرحت الإجراءات الصحيحة لجمعه وتحضيره في حال استهلاكه بشكل سليم فإذا هو موجود في موضوع الآن تكثر حالات التي تتواجدها في الأرياف وحتى في البادية الشمالية ننصح دائما أن موضوع الخبرة في موضوع الفطر هو ليس دقيق حسب العلم الآن العلماء لا يستطيع أن يصنفوا الفطر السام من غير السام قد نجد بعض أنواع الفطر من نفس العائلة أو من نفس الجنس هي تكون سامة وقد تكون غير سامة وللأسف السموم الموجودة في هذه الفطر قد تكون أهراضها بسيطة تؤثر على الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو المغص أو الاستفراغ أو الغثيان وقد أحيانا تؤدي إلى أمراض أخطر مثل الفشل الكلوي أو أنه تؤثر على الكبد وأحيانا قد تؤدي إلى الوفاء إذا كانت هذه السموية تعد مطحنة أبو عيسى الصناع في محافظة مأدبة أقدم مطحنة في الأردن إذ أنشئت قبل نحو قرن من الزمن قصة هذه المطحنة يرويها فايز الملالحة مستذكرا تاريخ المبنى والمحطة موسيقى 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 تشتغل هذه من من 1930 تقريباً وهي شغالة ما شاء الله محافظين عليها والبركة والخير في القمح والشعير والإنسان يعني يعتمد على أرضه وعالذراعه وعفاسه إن شاء الله موسيقى هذا البابور أقدم بابور في المملكة يعود تاريخ إنشاءه أكثر من مئة عام كان بدايته المبنى أثري على شكل دائري عقد فمع ظروف إنهار المبنى هذا فصبوه سنة الأربعينات تقريباً في الأربعين وسبحان الله مع كثر ما يولعوا النار والدخن وهذا سقفيتوا عسواد هالي جاين والناس بيجوه ع أيام الخير وع أيام المواسم القوية بيجوه الناس معهم القمح والغلة والشعير وبيبركوا جمال عندنا هان بيقعدوا ثلاثة أربع أيام لحد ما يلحقهم الدور بس سبحان الله مع الوقت ومع الزمان يعني بيخفى الناس اللي بيضحنوا شوي 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 موسيقى يعني كل إنسان يحافظ على صحته في المستقبل يصير نشيط ويصير أكل صحي بيجي بيأخذ خبز الشراك والمفتود والمجللة من طحين الشعير هي اللي بتنفع الإنسان بيحافظ على صحته بيجي يأخذ من الطحينة البلدية النظيف والجريشة بيستخدموها للرشوف والعيش بعض الناس بيجيب عدس مع برغل موسيقى بندير القمح في الصومة اللي فوق وبنشغل المياكن عليها بيأخذ شوال تقريبا ربع ساعة معانا في الطحن بيطلع الطحين ساخن ما يقدر يستخدموه ساخن بيقعدوا يعني يوم يومين لحد ما يبرد وبعدين بيستخدموه الجواريش الزغار للجريش وللعدس وللبرغل يعني للجرش بهيك بنستخدمه موسيقى يصارع الغزيون ظروف الحياة التي تفرضها الحرب عليهم منذ اندلاعها وفي رواية العدوان طبيب حول احدى الدكاكين في رفاح جنوب القطاع الى عيادة لمعالجة المرضى وسط تحديات تتمثل بتوفير المستلزمات الطبية كان هذا الدكان الفارغ يعج بالمشترين قبل الحرب ولكن مع نفاذ البضائع بات يعج بالمرضى بعد ان حوله الحكيم ابو ايمن شهين لنقطة طبية يقدم فيها العلاج للمرضى في بادرة انسانية للمساهمة بالتخفيف عن سكان منطقته في رفح مع الزحام الشديد في المنطقة ومع كترة الاصابات ومع كترة الحروق يعني الناس كلها العائلة يمكن عدد سكان رفح اليوم مليون وسبعمائة الف نسمة كانوا في الاول ثلاثمائة الف فالبيوت مزحومة الشوارع مزحومة الاسواق مزحومة الاسعار غالية جدا يعني الناس في قمة الزحام وقمة التعب النفسي ففتحنا المكان هذا نعالج الحروق ونعالج الجروح الازمة الصحية هي التي دفعت ابو ايمن للعودة لمهنته التي تقعد منها قبل خمس سنوات لكنه يواجه تحديات تتمثل في توفير المستلزمات الطبية والله انا بلشت من الصفر الحمد لله وساعدتنا بعض المؤسسات يعني الوكالة الغوز ساعدتنا بعض الاسعافات الاولية مستشفى الاماراتي ساعدتنا بعض الاسعافات الاولية لكن في عنا نقص في عنا بدنا اللامبة جانبية بدنا سرير كشف بدنا عربيتين نتروليات نحط عليها الأدوية نحط عليها الإعلاجات يعني نعملها اللايقة شوية وتستقبل هذه العيادة الصحية البسيطة نحو أربعين حالة في اليوم عدد الإصابات اليوم اللي بتجيناها لا يقل عن أربعين خمسين إصابة يومياً يومياً من الصباح حتى المساء وإحنا بنظلنا فتحينها لساعة عشر أحداش لأنه الناس في الليل وين بتتروح الحرب شغالة الطرق ممنوعة الدنيا مسكرة وين بدي يروح اللي عنده حارق ولا عنده نازف ولا عنده إصابة ولا عنده كذا بجينا هنا بنعمله اللازم ونصبره للصبح لما يروح على المستشفى ويوجهه قطع غزة أزمة حادة في توفير المستلزمات الطبية والمرافق الصحية العامة نتيجة استمرار الاحتلال في استهداف المستشفيات في القطاع وتشديد الخناق على إدخال الأدوية منذ بدء الحرب آثر الحكيم أبو أيمن شهين على نفسه أن يحول دكانه إلى عيادة خاصة لاستقبال المواطنين الذين باتوا لا يعرفون إلى أين يتوجهون في ظل كثرة الإصابات التي يخلفها الاحتلال من قصفه وتدميره غاز العلول رؤيا قطع غزة